أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مصر وضعت مجموعة من الأولويات عند إعداد استراتيجية التغيرات المناخية تسعى إلى تحقيقها وخلال لقائها رئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر والتابع للأمم المتحدة أعربت وزيرة البيئة عن تطلع مصر لتمويل مشروعات في مجال التنوع البيولوجي الذي يخدم مجال التغيرات المناخية مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها في مجال السياحة المستدامة والخضراء اشتركوا في القناة